تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المرأة أصبحت الخيانة الزوجية في يومنا هذا منتشر بشكل كبير باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي حيث يدخل الشخص للشات من خلال فيسبوك أو غيرها فيتعرف على امرأة افتراضية في البداية ثم تتحول لحقيقة لاحقا فمن كان مستعدا للخيانة الزوجية ويذهب ويلتقي بمن تعرف عليها عبر مواقع التواصل وتبدأ العلاقة ولكن قد نكتشف أو تكتشف اللعبة وتحدث الكارثة وتنتهي العلاقة الزوجية وهذه الخيانة لا تقتصر على الرجال فقط بل يمكن للزوجة أيضا إيجاد شخص لها عبر هذه المواقع فتدخل في المحادثة بغياب زوجها ما يؤدي إلى حصول شرخ بين الزوجين وتهديد للعلاقة الزوجية قصص الخيانة مشاهدين الإلكترونية لا تعد ولا تحصى نتيجة غياب الرقابة سواء كانت الأسرية أو المجتمعية مع وجود الفراغ والملل وغياب الوازع الديني وإدمان الجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة والنتيجة في النهاية الخيانة مشاهدين نتساءل اليوم ماذا نعرف عن الخيانة الإلكترونية وما الأسباب والحدود معنا اليوم من الدار البيضاء الناشطة الجمعوية والتربوية الأستاذة بشرة البكاري ومن فيينا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة رؤوف من لندن سينضم إلينا بعد قليل أستاذ الطب النفسي الجنائي الدكتور حسنين الطيار ومن الجزائر المختصة في علم النفس العلاجي الدكتورة وسيلة بالنطرش أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا أبدأ معك من الدار البيضاء أستاذة بشرة يا مرحبا بك شكرا لقبولك الدعمة أهلا وسهلا أستاذة مرحبا سعيدة بالمشاركة في هذا البرنامج وتحية لكل متتبعين والمشاركين في هذا البرنامج أهلا وسهلا شرفتين والتحية أيضا موصولة لأستاذتنا العزيزة الأستاذة فاطمة رؤوف أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة أهلا بكم جميعا أهلا نورتين أستاذة بشرة يعني هذا الموضوع شائك للغاية وعلى ما يبدو أنه منتشر بشكل كبير في أيامنا هذه باعتقادك إذا ما أحببنا أن نعرف المزيد أو لربما تعريف ما هي الخيانة الإلكترونية شكرا أستاذتي على اختيار هذا الموضوع طبعا بتطور وتكاثر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كثرة الخيانة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية على العموم فبالنسبة للخيانة أصلا شرح الخيانة أولا الخيانة هو أن العلاقة تخرج عن اتفاق عن إطار محدد مسبقا أو محدد اجتماعيا أو عرفيا فحينما تخرج العلاقة عن هذا الإطار تصبح خيانة من نسبة للخيانة الإلكترونية ماذا سأقول كثرت مع عدة أسباب منها تواجد هذا المصيب اللي هي الهاتف والوسائل الإلكترونية نعم السوشال ميديا وما أدراك أكيد السوشال ميديا وأيضا سهولة الانفتاح على أناس على معارف على أشياء سهلة سهلة المنال ليس في الأيام العادية أو في الحياة الواقعية تلاحظ أو حينما نريد الدخول في علاقة مثلا حتى عادية يجب اقتحام عالم آخر يجب هناك مجهود يجب هناك جرأة هناك شجاعة لكن وأنت خلف جهاز هناك من يبيح لنفسه كل شيء بالنسبة للظهور أو بالنسبة للإناتسيان نعم اسمحي لي أستاذة أذهب للأستاذة فاطمة رؤوف من النمسا من فيينا أهلا وسهلا بك سيدتي يعني هذا الموضوع كما ذكرنا شائك والسؤال لماذا تحدث الخيانة الإلكترونية تحدث الخيانة الإلكترونية لسهولة الاتصال طبعا وسهولة الوسائل والسرية يعني إحنا عندنا مبدأ فقه عظيم جدا في الإسلام بيقول لا تجعل الله أهوى الناظرين إليك العالم الإسلامي والعالم المادي كله جعل الله أهوى الناظرين لكل شيء سواء في التجارة في المال في الحياة في الحياة الاجتماعية في التعاملات في الأمانة في الالتزام بالعهود بكل شيء يعني لا طبعا شيء طبيعي جدا مع هذا التطور الهابط ينهبط أيضا تنهبط المجتمعات والسلوكيات كما قلنا كمان لطوال ساعات العمل لدى الرجال وتغيوبهم عن الأسرة والفراغ الذي يحيط سواء بالرجل أو المرأة لأن الرجل الذي يعمل كثير من العمل يريد أن يعمل يعني متعة ورفاهية واشباس على الإنترنت ويستسهل أيضا سهولة في البداية مقدمات هذا الفعل الشنيع مقدماته دائما سهلة وبسيطة ويستسهل بها كما استسهل بها العالم العربي العالم أجمع بالمنظومة القيمية الأخلاقية ولكن أستاذ فاطمة يعني ما حدود الخيانة الإلكترونية يعني هل كل من تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الآخر يعتبر خائن أم هناك حدود ومقاييس معايير إن صح التعبير في مقاييسي أنا طبعا خائن ومقاييسي يا مقاييس الإسلام والأسر العربية وأيضا الأسر المهاجر لعلم حضرتك الحاجات دي زادت جدا في الهجرة يعني ليه بقينا أقلية وكل واحد عايز يحافظ على بيته لأن لم نعد ننظر أن ده مجرد سلوك مضطرب ينشأ عن بعض الأشخاص المضطربين المشكلة كمان أنه انجرف أو تضحرب وحتى وصل في حجر النساء كان قديما كل الخيانات الزوجية نتحدث عن خيانات الرجل في جل حالتها لكن الآن الخيانات تعم كل مكان وكل شعور وكل منطقة حتى بينك وبين نفسك الأشخاص الغير سويين أصبحت هناك مشاكل كثيرة جدا مترطبة في فهم العلاقات وأصول العلاقات وفهم مفهوم الأمانات والذاتية وحضرتك عرفة ويعني السيد من تعرفي سيدة من تعرفي أن المجتمعات الغربية بترصخ الانفكاك من كل النظم أو المنظومات القيامية فبتنحرج الخيانات على الإنترنت من مجرد الفكرة أنا أعتقد أنها من مجرد تأتي الفكرة ولذلك بتكون متعددة فكرة أن التخون المرأة أو الرجل مع شخص واحد منفرد ممكن يكون لها بعض المواصفات وممكن يكون فيه هناك بعض النظر لهذه الأسباب التي أدت إلى هذا الإختلاف وقد تكون أستاذة فاطمة وقد تكون أسباب بريئة بهدف ربما في البداية المساعدة التعرف على الآخر في بلد ما ممكن يقدم لسيدة مساعدة ومن ثم تتوتد تلك العلاقات اسمحي لي أذهب إلى أستاذنا العزيز دكتور حسنين طيار أستاذ الطب النفسي الجنائي بأكسفورد مرحبا أهلا وسهلا دكتور أخذنا من وقتك بعرف مشغول ولكن مش هنطول عليك اليوم شرفتنا شكرا جزيلا أنا موجود للساعة الثلاثة خلص تسلم تسلم بتشرفنا شكرا للتعوي ما يحدث يعني نتحدث هنا عن الزوجات والأزواج ما يحدث هل هو فراغ عاطفي اضطراب نفسي أم ماذا تحديدا يعني البعض ربما يتفهم بأنه للرجال بعض الاحتياجات أحيانا لا يجدوها داخل البيت وبالتالي ولا ربما يعني في ديننا هناك من يفكر بأنه تعدد الزوجات فمسموح له للرجل أن مثلا يتعرف كل يوم على سيدة بينما المرأة الآن ونسمع قصص كثيرة من زوجات أيضا يعني لهن علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغياب أزواجهن وهذه كارثة حقيقية من ناحية نفسية سيد الكريم ما الأسباب برأيك هل الأسباب مرضية نفسية أم هناك أمور أخرى شكرا جزيلا شكرا سيدة وجدان شكرا للأخوات المشاركات بالبرنامج اليوم أسباب كثيرة طبعا أنا كاختصاصي بالطب النفسي والطب النفسي الجنائي موضوع الجريمة الإلكترونية وموضوع الخيانة الزوجية وهذه الأمور أحيانا تمر علينا من خلال عملنا اليومي أحب أوضح بالبداية أن موضوع الجريمة الإلكترونية أو موضوع كبير حاليا وموجود فيه كثير بلدان متعددة منها أهداف التزوير الهوية سرقة بيانات سرقة أموال ابتزاز إلكتروني هجمات سرقة مشفرة أحيانا وكثير مع الأسف تصير مع الأطفال طلب مواد إباحية تستغل للأطفال أو أحيانا حتى البالغين لهذا الموضوع فسبب العلاقات من خلال الإنترنت كثير أسبابها النفسية أو أحيانا يكون الشخص الذي يحاول يدفع أو يحاول يمشي بهذا الموضوع أو بهذا المسار يكون إلى مثلا دافئ إجرامي قد مثلا يكون عنده هدف الحصول على صور أو مواد إباحية أو فيديوهات للشخص الثاني إذا كان رجل أو إذا كان سيده الأسوأ طبعا إذا كانت الأطفال مع الأطفال وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بكل مكان أحيانا تكون بعض الشخصيات تكون عندها بنوع من الإدمان هو فيه مهما نعرف السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كثير عليها يكون إدمان من مختلف الطبقات العمرية والاجتماعية فأحيانا إدمان هذا الشيء أيضا قد يؤدي إلى مثلا الجريمة الإلكترونية أو إلى مثلا دخول بعلاقة إلكترونية بالبداية مثلا أحيانا تكون مثل ما تفضلتي سبب العلاقات الزوجية مثلا يكون العلاقة مثل ما يسموها أو الزواج الميت أو العلاقة الميتة يحاول الزوج أو الزوجة قد يلجعون إلى أماكن أخرى أو شبكات أخرى أو تواصل اجتماعي مع أشخاص آخرين قد يكونون أصدقاء وأصدقاء من بعد أو حتى يكونون غرباء عنهم تماما وهي طريقة سهلة يعني بالنسبة وهي طريقة سهلة وموجودة ومتوفرة من خلال الكمبيوتر ومن خلال التلفون والتلفزيون وهذه الأمور أحيانا تكون شخصية الإنسان إذا كان رجل أو المرأة يحاول يحب البلجر يحب الشهوة والمتعة أو بالضبط أو تغيير تغيير الروتين أحيانا تكون كثير من العلاقات أنه بعد فترة يصبح الروتين معين فالإنسان بطبيعته يحب التغيير هذا لا يعتبر خيانة أستاذ؟ لا إذا طبعا إذا دخلت بمواضيع معينة وإذا أثرت على العلاقة الزوجية وعلاقة الاجتماعية بالبيت تعتبر أو تدخل من مسار الخيانة نعم 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 يعني خاصة إذا اكتشفت الزوجة أنه زوجها مشغول كثير يعني في البيت على الهاتف أو تزوج ممكن يكتشف هذا الشيء نعم 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 بس أحيانا حتى بين الزوج والزوجة إذا كان فيه هناك مشاكل عقيمة مع الأسف أحيانا تقع الزوجة أحيانا في ضحية الزوج أو بالعكس خاصة عندما يتم تبادل الاتهامات أنه أنت خنتي وهكذا يعني صحيح بالتأكيد أيضا هذا موضوع كبير أحب أوضح نقطة معينة أيضا هنا أنه بنشوف كثير من الحالات بحالات الطب النفسي بعض المرضى النفسيين يجون أنه يتخيل أنه قد يكون عنده أوهام أن الشخص الزوج أو الزوجة أو الخطيبة أو الخطيبة ما يكون يعني مش مخلص إليهم شكوك يعني شكوك بالضبط لكن مع الأسف هي بعض الحالات تكون صحيحة لكن بكثير من الحالات قد تكون هذا جزء من المرضى النفسي مو معنى أنه الخيانة الزوجية مش موجودة لا طبعا لكن بكثير من الحالات بمجال عملنا بالطب النفسي قد يكون هذا الموضوع قد يكون جزء من مرض أو من حالة نفسية معين دكتور عنده اكتشاف أنه كل الطرفين يعني يعني علاقات أخرى عبر موقع التواصل الاجتماعي ماذا تفعل الزوجة أو الزوج؟ يعني أحيانا كثيرا هناك يكون في نوع من الصدمة اضطرابات نفسية تصل أحيانا إلى الاكتئاب إلى طلب الطلاق بماذا تنصح؟ صح شكرا جزيلا نعم هو موضوع كبير وأيضا يسبب يعني ممكن اتئاب مزمن أو متلازمة بعد الصدمة مثل الـ PTSD أو الترومة هو حادثة صدمة يعني صدمة نفسية كبيرة قد بكثير من الأحيان تطلب علاج بالدواء أو علاج بالكلام كثير من الحالات إذا كان الزوج والزوجة متفقين على التفاهم ومواصلة العلاقة ممكن ننصحهم بمراجعة الطبيب نفسي أو معالج نفسي للزوجين للكابل يعني كابل ترابي لعلاج للطرفين يعني هذا هي واحدة من الأسباب أو واحدة من النصاح المهمة اللي ننصح للحفاظ على بيت الزوجين للحفاظ على العائلة والأطفال إذا كانوا موجودين وعلى هذا الكيان اللي صار لسنين وحقود أحيانا مستمر وأهم شيء الحفاظ على الثقة أن تبقى هناك ثقة بعد هذه الخيانة لأنه على ما يبدو هناك في بعض الناس يعطون وعود بعدم تكرار هذه الخيانة ومن ثم تتكرر جزيل الشكر لك دكتور حسنين طيار الأستاذ الطب النفسي الجنائي بأكسفورد شكرا على هذه المداخلة تحياتنا لك أذهب للأستاذ أهلا وسهلا بك أذهب إلى الدار البيضاء مع الأستاذ بشرة أستاذ بشرة يعني عادة عندما تحدث الصدمة بسبب ما يحدش من علاقات أحيانا قد لا تصل إلى الواقعة يعني تبقى في إطار يعني علاقات افتراضية صح التعبير لا تصل إلى درجة الواقع والتعرف وجها إلى وجه ولكن هذه بحد ذاتها تسبب أزمة حقيقية في الأسرة تهدد العلاقة بين الزوجين يعني من هذا المنطلق بإمكاننا هل بإمكاننا كما ذكر الطبيب أن نذهب إلى مؤخصائيين يحلوا المشكلة أو أن نحلها نحن أنفسنا يعني هل الطلاق الحل في مثل هكذا قضايا دعينا أقول أولا أن الخيانة تبقى خيانة وإن كانت إلكترونية في الواقع حتى في مجرد تفكير في شخص آخر في العلاقة الزوجية أقول فحينما تكون مثلا مؤسسة الزواج فتكون بني على التقى حينما تظهر خيانة ولو إلكترونيا فتتكسر هذه الطبقة أو هذا الرابط الذي يربط ما بين الزوجين وبالتالي حينما تتكسر قلت هذه أو يتكسر هذا الرابط فهناك تقع أزمات نفسية إن كانت الخيانة من قبل الزوج فتكون الأزمة النفسية عند الزوجة وهذا طبعا سوف يؤثر على باقي أفراد الأسرة أكانوا أطفال أو أباء حتى الزوجين إذن طبعا هنا نحتاج إلى مرافقة طبية وحسب الأشخاص إن كانت الزوجة ذات ذات يعني إراية وذات شخصية قوية فأكيد ستتغلبوا على هذا لأن هناك انكسار أكيد انكسار فيتطلب تدخلات من الخارج من خارج الأسرة هناك في بعض الأحيان قد تكون جلسات بين الأصدقاء والصديقات قد تكون كثيرة بتضميم هذا الجوح أو في بعض الأحيان بعلاجه كليا إن كان هناك نقاش يؤدي إلى تحديد أسباب هذه الخيانة أيضا ربما حتى بعض الصحيح بعض الأخطاء المرتكبة داخل الأسرة مثلا كالنشغال كما ذكرت الأستاذة فاطمة مشكورة يعني انشغال الزوج كثيرا عن الزوجة أو العكس بالعكس فمثلا انشغال الزوجة أيضا كثيرا عن الزوج هذا يؤدي دائما إلى الفراغ حينما يكون أحد أفراد الأسرة يعاني من الفراغ فأكيد يبحث عن البديل وهنا بوجود أقول أنترليت هذه الشبكة العنقبوت يعني قد أقول مصيبة الكبرى ولكن هذا لا لا يمنع من أن نقول أنها إيجابيات كبيرة أكيد يعني السلاح ذو حدين على كل حال اسمحي أستاذة بوشرة أرجو أن تبقي معي أعود للأستاذة فاطمة أستاذة فاطمة ماذا عن الزوجة الخائنة يعني ضيفتنا قبل قليل تقول أن الخيانة خيانة إن كانت عبر وقعنا أو حتى عبر يعني 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 افتراضيا وهنا أتساءل عن المرأة لماذا برأيك المرأة تخون وهل هناك أسباب لها مبرراتها في هذه الخيانة السبب الوحيد لخيانة المرأة هو الفراغ العاطفي الانفصال الوجداني عن الزوج مهما كان الزوج حتى يعني لا يلبي حاجتها يعني إهمال الزوج لها إهمال إهمال الزوج الفراغ العاطفي سواء كان موجود معها في البيت أو حتى خارج البيت في العمل لكن هي لو وقت مرة في المطب في الفخ أن شخص يداعبها ويعاكسها ويدعب جمالها ويعطيها الشعور بالامتلاء فتنجر يعني لا ينجو من هذا الفخ يعني أحد أحد من النساء سواء كانوا في الطبقات العليا أو الوسطى متدينين طيب الكلمة الطيبة صدقة يا أستاذة فاطمة نعم ومع الأسف عندما تكون المرأة في بيت تعنف فيه ويتم شتمها بأسوأ العلفاظ يا حق قصة التعنيف دي أنا معاك فيها والله يا أستاذة الجاند يعني حتى أنت بيتقوليها بلفظ جميل جدا يعني التعنيف قولي العنف العنف اللفظي العدم المحاباة عدم التقدير أيضا يعني من الأسباب الرئيسية في هذا العالم الآن أن لا الزوجة تقدر جهود الزوجة في الخارج في العمل ولا الزوج يقدر جهود الزوجة في البيت حتى إذا كانت لا تعمل أو إذا كانت تعمل هناك جهود مضاعفة صدقيني هذه هي النقطة الفاصيلة حتى في كل العلاقات عدم تقدير أو تثمين الجهود الذي يقوم به الفرض أنت عارفة لو الزوج ممتن للزوجة ويتواصل معها كما قلنا ومقصر في واجباته بنسبة 60% هي تتغاضى عن كل ذلك في سبيل الكلمة الطيبة كما قلت حضرتك وأيضا هذه هي أسس الإسلام مودة ورحمة مودة الودود الود في العلاقات الكلام مش بس يعني الخارس الزوجي الذي يسيطر على العلاقات الزوجية بمجرد الدخول من باب البيت من تاني يوم الصباحية زي ما بيقولوا بيفدأ حكاية الخارس الزوجي وكل هذه تعاليم خارج تعاليم الأسرة المسلمة وأود أن ألقي النظرة على الخيانة الزوجية من منظور الإسلام يتساوى فيها الرجل والمرأة على حد سواء هناك يعني ضرق للحدود بشكل كبير جدا وقعت لا قدر الله وعف الله دميع الأسر العربية والأسر المسلمة من هذه الجريمة الفحشاء جريمة الزنا حتى لها ضرق للحدود لها شروط متشددة جدا 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 في الإسلام لضرق هذه الجريمة لما تتطلب أو تؤثر أو تسيطر على شعور جماعي بالغبن والانتقام وتسويق السمعات وكل منظومة القبح التي لا نريدها أبدا الأسر العربية والأسر الإسلامية لكن الخيانة الزوجية وحتى جريمة الزنا حتى تصل على فكرة هي لا تسمى في الشرع والقانون أيضا جريمة إلا إذا حصل جريمة الزنا كل هذه المشاغبات والمعاكسات أيضا لها منظور آخر أخلاقي لكن قانون ولكن هذا لا ينطبق على الخيانة الإلكترونية إذن من الصعب بمكان أن يتم تحديد إن حدثت خيانة أو لا لا يتم كما كان قديما يأما بالتلبس بشهود عيان لأن في النهاية على الإنترنت هذه جريمة افتراضية لابد أن نتأكد أنها واقعت ويحكم القاضي بعدها كما كانت لفعل الدليل المكاتيب يأما الدليل العيان القلم في المحبرة شهود أربع شهود عيان أو المكاتيب اللي هي الرسائل استعادنا عنها الآن بالرسائل الإلكترونية لكن المشكلة في الرسائل الإلكترونية أستاذة وجدان يتم تزويرها التلاعب 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 ويستطيع الزوج في بعض القضايا في مصر قضايا كبيرة جدا ومن رجال شرطة ورجال أمن كانوا بيتلاعبوا أن هم بيحضر التليفون بتاع الزوجة ويبعثوا منه رسائل إذا أرادوا التخلص من مثل مؤخر الصداخ من سطوة هذه العائلة من أي سطوة تشويه سماعتها يعني تقع المرأة أحيانا أو الزوجة ضحية في هذا الشأن يعني بتهمت أنه زوجها طلقها بسبب أنه كان عندها خيانات إذا كانت إلكترونية أو على أرض الواقع الله لا يفضح من أول مر الخوان ولا تطع كل خوان أسيم الخائن مش هو الخوان الخوان هو الذي يقوم بهذه العملية مرة واثنين وثلاثة أنا أعرف العديد والعديد والمئات والآلاف الذين حكوا لي أو عن طريق أشياء أخرى وسائل أخرى سمعت وقرأت أن في خيانات كتيرة جدا بس كانت للمرة الوحدة أو مرتين أو ثلاث لكن طول ما الإنسان عنده ضمير ولا يستسل هذا وهذا وطبع الخيانة بيبقى طبع وصولي في الأخلاق والشخصية يعني لا يخون إلا كل خوان اللي هو فيه طبع الخيانة أصلا سواء زوجة أو زوج لا يعني يبرر أبدا الخيانات أي مشاكل زوجية إحنا بنحلل ولكن لا نبرر لا يوجد أي سبب للخيانات الزوجية يعني لا نبرر الخيانات الزوجية أستاذة فاطمة ولكن هل يعني كلامك بأنه من الصعب علاج هذه المشكلة بين الزوجين لو حدثت لو اكتشف طرف من الأطراف أنه وقعت خيانة على العكس أنا قلت لحضرتك أن الإسلام يعني ضرق الحدود قال حط سرود جبارة لإيه للسماح بالتسامح والعفو والمغفرة والصفح عن هذا إذا لم يكن هناك دليل مدي وهذا مستحيل أن يكون هناك أربعة شهود عدل يرون القلم في المحبرة حتى لو تلاتة والرابع على ما دخل لم يجد القلم في المحبرة تسقط الجريمة فهذا معناه ابن حزم شرح هذا الشرح الفصيح الفقيه علام الفقهاء أن الإسلام يعطي فرصة كبيرة للصفح والعفو سواء للرجل أو المرأة على حد سواء لكن هذا يتبلور ويكبر ويتشدد فيه المجتمع العربي من آثار الجاهلية أن تكون عواقب الزنا أو هجل الخيانة عواقب وخيمة على المرأة وينكل بها وتزل وتفضح على المنصات الاجتماعية وكل هذا ليس من الشرع ولا من الإسلام أبدا لأن هناك الصفح وهذا لا يعني أنه لا توجد خيانات من الزوجات أيضا اسمحي سيدتي أعود لأستاذ بشرة هناك من يرى أن هذه الخيانة الإلكترونية هي جريمة وهناك من يرى أنه خصوصية نحن نسمع إلى كثير من القصص يشترط الزوج على الزوجة منذ التعارف وأثناء الخطبة قبل الزواج بأنه كل شيء خصني هذا خاص فيه إلي وحدي وأنت كذلك يعني ما بتمسكي الموبايل أو الجوال وبالدوري فيه كل واحد له خصوصيته هل تعتقدي هذه الطريقة ربما يستعملها بعض الرجال حتى يعني يحموا أسرارهم بعيدا عن الزوجة أم هذه مسألة طبيعية ويجب أن يكون ثقة بين الزواج وأكيد أستاذة كل الرجال يتحججون بهذه النقطة النهاية أعتبر أغلب الرجال أغلب أغلب الخوانين كما قالت الأستاذة وأغلب الخائنين يرجعون لهذه الدريعة لكن لكن هناك مصطلح الخصوصية مختلف جدا عن المصطلح الثاني اللي هو الخيام الخصوصية أوكي تكلم مع صديقك كيف أراد تكلم في الشغل في أي شي بس تتكلم مع واحدة تانية أنت زوج ولك عيلة ولك زوجة المفروض أن تحترمها وتحترم كرمتها ونفسيتها وتتكلم مع واحدة تانية وتتحرش بيها لو تتكلم مع زميلة يعني هذه الخصوصية والله يا أستاذتي حتى لو أحيانا الزوج يتكلم مع زميلته في العمل المرأة غار أحيانا لربما لأنه طريقة كلامه وأسلوبه يكون لطيف بالتالي تحدث الغيرة أجبتي أستاذتي طريقة الكلام هناك فرق بين المرأة الغيورة غيورة هذا مشكلة كبيرة هذا لازم له حلقة وحدة أحيانا خاص الذي أكلم بيع زوجي ما ينفعش إذن لذلك الخصوصية حاجة والخيانة حاجة أخرى أسلوب التواصل ما بين زوج وزوجته عنده أسلوبه خاص والتواصل مع أناس تانيين مع صديقة مع زميلة مع رفيقة مع أسلوب تاني وبتالي لازم كل حاجة تكون في محلها نعم اسمحي لي أستاذ أضيف أستاذ أن الخيانة كما قلت سابقا الخيانة تبقى خيانة نعم بالنسبة خصوصا نحن في الإسلام نعيب أكتر نعيب على الذكر وكما نعيب على الأنت ولكن الأنت بمأنها يعاب عليها أكتر وبتالي حتى الأسرة حتى الأسرة حتى الأسرة أكان العربية المسلمة أكانت مغربية وغير مغربية فحينما تتم خيانة الزوج ممكن أن نمر عليها مرور الكرام لكن حينما تكون خيانة الزوجة فهنا يكون مشكل كبير وبتالي نعم صحيح كلام مهم وبتالي أنا أقول أنا ضد خيانة الزوجة كما أنني ضد خيانة الزوج فحينما نصل إلى حد أنني أجد نفسي في وضعية التي سأخن فيها أن تحب كليا هناك طلاق ولو أنه أبغض الحلال فهو حلال خاصة إذن عدم تثيق أستاذة بشرة اسمحي لي أنتقل إلى الجزائر معي من هناك المختصة في علم النفس العلاج الدكتورة وسيلة باللطرش أهلا وسهلا سيدتي الكريمة شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لك شكرا لك تحية لك لضيفاتك وللمتابعين الأكارم أهلا وسهلا نتحدث اليوم عن موضوع الخيانة الإلكترونية هل برأيك هو بسبب الفراغ الملل أم غياب الوزع الديني أو الإدمان على الجلوس أمام الحاسوب هل هذه كلها برأيك مبررات لحدوث هذه الخيانة في الحقيقة الخيانة لا مبرر لا يمكن أنه مبرر السلوكات الغير سوية لكن كل ما ذكرت هي أسباب تؤدي إلى الخيانة الإلكترونية وضيف إلى ذلك كذلك الشخصية في حداتها لأن هناك بعض الأشخاص جاهزون لهذه الخيانة يعني نفسهم مهيئون ومؤهلون للقيام بهذه الخيانة لا اعتبارات مفسية تعود لنوعية العلاقة الأولى يعني نوعية التعلق الأولي في حياتهم علاقتهم مع الأمر بشكل خاص والعلاقة كذلك مع الأب يعني إذا كان هناك حرمان عاطفي أولي فيبحث الشخص ذكر أو أنت يعني لا يجب أنه نضع الأمر فقط في زاوية الرجل يعني صحيح أنه نسبيا يعني من حيث نسبة نسبة الخيانات الألكترونية نجد الأمر أكثر تواطرا عند الرجل ولكن هذا لا يمنع من أنه كذلك موجود عند المرأة أما الأسباب النفسية فكما قلت تعود إلى حرمان عاطفي أولي في المرحلة الطفولة الأولى وبالتالي يصعى الشخص في مراحل أخرى إلى تعويض هذا الحرمان العاطفي من خلال علاقات خيانات ولكن نحن دكتورة وسيلة نتحدث هنا عن أزواج عن زوجات وأزواج يعني من المفترض أنه تكون هذه العلاقة بينهم علاقة مقدسة ومن المفترض أن لا يكون هناك أصلا فراغ عاطفي أو حرمان عاطفي أليس كذلك أنا فقط أشرح الجانب النفسي لأنه صحيح أن العلاقة الزوجية في أساسها علاقة مقدسة وبالتالي كما قلت في البداية لا يوجد مبرر للخيانة لا يوجد مبرر لأي طعنة في الظهر يعني بنهاي أن الخيانة هي هدم لثقة ولا يوجد مبرر لها لكن عندما أشرح الأسباب حتى يدرك بعض الأشخاص لماذا يقومون بهذه السلوكات لأنه نجد في حالات كثيرة أن الشخص متدين جدا يعني من الأشخاص الرواد المساجد من الناس ولكن كذلك يجد نفسه في مرات يقوم بأسعى الكهدي ولا يفهم أسبابه إذن أنا هنا أشرح الأسباب ولا أبرر لأنه خيانة لا يمكن تبررها أو سماحها كذلك وبكل تحفظ عندما نقول لا يمكن سماحها ديعد للأشخاص وكذلك لا يمكن أن نهدم أثر لأن هناك حدثت خيانة لأنواد الأمور كذلك تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى جلسات في الأزواج في حد ذاتهم لأنه في كثير من المرات في عاملنا نلاحظ أنه قد يكون السبب لوجود خلل في العلاقة بين الأزواج ومرات الخلل موجود في الشخص لذاته لذلك أنا ذكرت الأسباب النفسية ربما الزوجة لا يكون لديها أي سبب ليؤدي أن الزوجها يخونها يعني تجدها قمة في الجمال قمة في المرتبع العلمي في الأخلاق في شلوكاتها معه كزوج يعني واجبها تؤدي مئة بالمئة لكن مع هذا تحدث الخيانة إذن هنا نطرح سؤال لماذا تحدث هذه الخيانة هناك سواء الإلكترونية أو الحقيقية كذلك لأنه دائما الأسباب تتشابه ربما الإلكترونية الشخص لا يملك الشجاعة الكافية أو الجرأة الكافية ليقوم بغيانة العلية لاعتبارات الدينية أو لاعتبارات مجتمعية كذلك فإلكترونيا هو مخصي يعني لا أحد يراه والعواقب والتابعات ليست بنفس الخطورة التي تكون في الغيانة الحقيقية المنوطة إذن كما قلت على الشخص أن يبحث عن الأسباب التي تقود لقيام بهكذا أفعال داخل الكوك يعني في الزوج نبحث عن الأسباب الموجودة في العلاقة لأنه كثير من المرات كذلك هناك مشكلة في العلاقة غضا الزوج متصلت ويعتقد أنه كلما كان أقل ثواصلا مع زوجته وكان أقل عاطفيا مع زوجته حافظ على هيفتو والسلطتو ولكن في مقابل من خلال الزواصل عن طريق الخيانة الإلكترونية يبيح من نفسه ما لا يبيحه مع زوجته يعني يسقط هذيك الهالة وهذيك الصورة هذيك الرجولة يبيح لنفسه مع أشخاص آخرين مجهولين في كثير من الأحيان يعني ذكرتيني دكتورة وسيلة ذكرتيني بشغلة قرأتها قبل أيام وبالفعل يعني المحزن يعني يعني مبكب في نفس الوقت يعني شر البلية ما يضحك رسالة من زوجة ترسل زوجها باسم ثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعرف عليه ويدور حوار بينهما ويبدأ هذا الزوج بالتغزل بهذه الصديقة الافتراضية وفي النهاية تكون هي زوجته فقط لتتأكد من خيانته أو لا يعني هذه قصة من القصص يعني كيف تعالق عليها وهي قصة واقعية وتتقرى كثيرا الكثير من الزوجات ينتحن الصفات يعني افتحنا حتابات افتراضية ويدخلنا في علاقات مع أزواجهم يعني أنا شخصيا عالف يعني تعاملت مع حالة حتى عندما تتحدث إلي هذه الزوجة لما تتحدث عن الصفة ثانية تقولي ولما تحدثت إليه فلان يعني فلان هي نفس الشخص بالنهاية قال كذا وقذا كذا وكان معها حتى لما تطلب منه وكان صريح أنه متزوج عندما تتقلوا واش رأيك في زوجتك يعطي قائمة من تلسلة من الانتقادات على زوجته يعني تطوري وتكون الزوجة تعاني فعلا وهي تصير للأمر يعني لذلك ننصح الكثير من الزوجات نقولهم يعني إذا مش حابت تمرضي روحك يعني ولا توجعي قلبك بالمصطلح اللي نقولو إحنا وعندنا لا تفعلي هذا الشيء لأنه بالنهاية أنت التي ستعاني خاصة أن الكثير من السيدات لا تملك الجرأة لتصريح بالأمر أو لاتخار القرار مثلا الانفصال وبالتالي هنا المعاناة تكون أكبر لأنها تعيش مع شخص يعني كيف تعاني بصمت أستاذا يعني تعاني بصمت معاناة قاتلة يعني وتصدقيني لو تشوفي الحالات البكاء المرير والكفر الخاطر لأنه بالنهاية الشخص يتحدث عنها على أسس أنها مش هي وينتقدها ويستثها بأبشع صور وربما بأبشع السلوكات وحتى يعني لما نشرح لأنه في الكثير أحيانا نقولها ليس بالضرورة ما يقوله صادق هو يريد أن يصفاد الطرف الثاني وبالتالي من الضروري له أن يستطيع يقول أنا زوجتي مثالية وجميلة ومثقفة لذلك قررت خيامتها لأن الخيامة لها مبررات ولها يعني أن يقوم ولكن دكتورة وسيلة دعينا نتحدث عن تبعات ذلك للإخوة الزملاء الرجال اللي بيسمعونا اليوم يعني ماذا يعني أن تكتشف الزوجة خيانة زوجها لها يعني أريد منك بعض التوضيحات هي ليست لا تتأثر فقط على المستوى الشخصي نفسيا ومعنويا لربما الأسرة تتدمر بأكملها بل أكيد أن الأسرة تتدمر لأنه على الأقل في شهرين ثلاثة أشهر الأولى خاصة إذا المرأة لم تفكر في متابعة نفسية يعني سيارة الأمر لحالها يعني أول شيء الإهمال الكل لمتطلبات وحاجية الأسرة الأبناءها ربما تعني في أبناء أنا تعاملت مع حالات كانت يعني الأم تصبح عنيفة مع أولادها لأنه تنظر إلى أنه وجود أولاد هولي رح يربطها مع هذا الشخ الذي اكتشفت خيانته يعني تشعر أنها أصبحت مسجونة بسبب هؤلاء الأبناء وبالتالي سلوكاتها تتغير بشكل كبير يعني قليلاً ما نجد أنه النساء يتعامل ما ببعض الحيلة يعني تخفي وهذا ليس صراحة يعني يجب أن تنظر المرأة قوة لكي تدفن هذا الشعور ولكي تظهر هذا التحايل وإذا كنت صحيح يعني ينقص يصغر في نظرها بعد أن كان هو السند وهو الصديق وهو كل شيء في حياتها نلخص هلك في جملة الكثير من هنا تقول أصبحت وأرى صورة الشيطان فيه خاصة إذا كان يتودد يعني إذا كان مثلا يتعامل بعنف ولا ممكن تجد مبر أما إذا كان يتودد إليها ويحاول يجيب هذا أول حاجة أنا أصبحت وأرى صورة الشيطان فيه إنه مناسق يعني كل المصطلحات من هذا النوع تسقطها على هذا الزوج ثم تصبح تتعامل معه يعني كثيرا من السيدات تقول لقد لم أصبح بذات النية يعني نية بنفس الطيبة التي كنت أتعامل معه بها الآن أصبحت أتعامل بخبص وبالتالي لا نية ولا رغبة وبالتالي فقد الأساس يعني هي المودة يعني المودة التي كانت تحميل وهذه الزوجة بهذا الزوج حدث فيها شرخ كبير وبالتالي تصبح تتظاهر هذا إذا لم تتجاوز الأمر يعني هناك بعض السيدات يتعاملنا مع الموضوع بكثير من أقول بالغضب وبالتالي بأشتوب خاطئ كذلك وإن بعض النساء تفضح هذا الزوج داخل الأشترى مع زملاء مع أصدقاء يعني هي خيانة إلكترونية اقترادية ربما لم تصل إلى شيء كبير ولكن يعني نهبر شيء كبير من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية كذلك ولكن أدت إلى شرخ كبير داخل الأسرة يصعب في كثير من الأحيان ترميمه ويأخذ فنوات حتى تعود العلاقة إلى ذات ثقة أو إلى ثقة بدرجة يعني نحط ثقة بين ضفرين حتى يستمر الزواج وتستمر الأسرة ولكن إذا حدثها خاصة عند المرأة اللي تكون وفية جدا لزوجها ومحبة جدا لزوجها ومتعاونة جدا يعني كثير من السيدات العاملات مثلا لتقولك أنا لقد خانني كزوجة وخانني كمساعدة له كان كل راتبي للأسرة لم أفكر في نفسي وبالتالي هنا لم يكن أشد بقارة مثلا بسيدة ما كتاب البيت طعنة هي نفسها ولكن الإحباط خبتما يكون أكثر عند المرأة العاملة التي تعتبر أنها قدمت من مالها وروحها ومساديها ومواطفها وفي مقابل ذلك الشخص يستهين بمشاعرها لذلك نحن في العمل النفسي مع هذه الحالة دائما نسعى إلى ترميم ليس العلاقة أولا ولكن العمل الأول الأساسي مع الشخص ذاته يعني مع الإنسان المجروح مع الزوجة المجروحة والعمل يكون إعادة بناء أثقال لذاتها لأن الكثير منهم أول شيء تأثر ثقتهم بذاتهم لماذا خانني ألست في المستوى المرأة المشكلة إلى ذاتها ونحن دائما نسعى إلى أن نوضح بشكل بقيق أن المشكلة ليست دائما هي الزوجة ولكن في كثير من الأحواء الأحيان أن المشكلة الأساسية في الطرف الثاني يعني مشكلته مع نفسه مع علاقته مع الله يعني علاقته في دينه وعلاقته يعني ولكن ليست مباشرة مربوطة الخيانة بالزوجة وهذا الذي نصر على أن نوضحه في كثير من الأحيان وقد يكون دكتورة وسيلة هناك خلل ما في البيت يجب علاجه أيضا يعني قد تكون المرأة أحيانا مقصرة حسب لذلك لكل حالة حالاتها ونبقى نؤكد أنه مهما كانت الأسباب الخيانة لا مبرر لها الخيانة لا مبرر لها لأنه لا يوجد أفضل من الصراحة وأفضل من الصدق وأفضل من خاصة نحن كمسلمين يعني بالنهاية بالنهاية إذا كان هناك خلل في العلاقة إذا صعب التصحيح هذه العلاقة أو إذا كانت هناك كذلك أسباب أخرى يعني الزوج لديه يعني في دين الإسلام من حق التعدد إذن لماذا نلجأ إلى الخيانة أو لماذا نلجأ إلى الأساليب يعني خلينا نقول الدنيئة في الحقيقة لأنها هنا لا توجد فيها شجاعة لا توجد فيها يعني كل ما تقومين به خيفية في الحقيقة هو سلوك لذلك صحيح قد تكون هناك خلل في العلاقة يعني داخل الأسرة وهذا الذي حسن عندما تأتي المرأة منكسرة وتعاني نتحس معها عن الأسباب في العلاقة في العلاقة أو في سلوكاتها كذلك لأنه كثير من المرأة خاصة المرأة لمتسلطة مثلا هناك سيدات متسلطات داخل بيوتهم تحب تسرد منطقها وصلوبها وعندها الرقابة الشديدة على الزوج وبالتالي تتفع به بطريقة أو بأخرى إلى هذا النوع من الخيانات كل شيء قابل أقول كل شيء قابل للتصحيح إذا كنا موضوعين وإذا كنا صادقين مع أنفسنا كل طرف يجب أن يكون صادق مع نفسه لكن للأسف عندما نقوم بعلاج بين الطرفين الطرف الذي يقوم بالخيانة يفعى دائما إلى التبرير ويفعى كذلك مرأة إلى الإنكار مثلا أنا في حالة كان يقول لي لماذا تعتبرون أن هذا الأمر هو خيانة هو مجرد يعني تسلية لعب تسلية إلكترونية لا أكثر فقط وكأن الأمر بالنسبة له كافه وزوجته صمعت منه مشكلة وهنا كذلك الحالات يصعب التعامل مع لأنه في حالة إنكار وكأنه ينكر سلوك خاطئ أحسن عندما نوجه له سؤال ماذا لو قامت زوجتك بنفس التسلية هل تتقبلها دائما تجدين الإجابة أنه ليس المرأة ليس مخول لها أن تقوم بهذه السلوكات يعني كأنه الحرام غير يعني الحمد لله أنه في الدين الحساب متكافئ يعني في الحرام لا يوجد فرق بين المرأة والردود شكرا جزيلا لك دكتورة وسيلة بللطرش المختصة في علم النفس العلاجي كنت معنا من الجزائر عودة لأستاذة فاطمة أستاذة فاطمة أكيد حاب تعلقي ولكن هنا دعيني أتوقف عندما تفضلت به الدكتورة وسيلة بأنه لا يجب على المرأة إذا شكت بأنه زوجها يخونها أن تذهب إلى مواقع التواصل ويعني تدخل باسم مستعار وبالتالي تتعرف على الزوج بطريقة غير مباشرة لأنه هذا ربما يسبب لها أذى نفسي من الصعب علاجه رأيك بذلك كمان يعني يطفق الرمضاء بالناري هي ما هي خيانة من نوع آخر وهو هو نفس هيشك فيها أنها بتعمل كده مع ناس كتير المبدأ موجود الأرض الواقع مختلف عن التنظيرات بشكل كبير جدا لأن إحنا لو جينا في التنظير هنقول الرجل في الإسلام إحنا هنشوف مين اللي هيحاسب ضميرك والشرع والأمانات ولا القوانين والأعراف والتقاليد والغرب بيقول إيه ما بيقولش إيه هنيق ربنا أن تلوي الزوج أو الزوج في علاقة عاطفية مع الطرف الآخر وبيفكر في إمرأة أخرى أمام الله آثم وخائن هذه هي الخيانة بالقلب بالفكر بالعقل وفرقنا كتير بين تنظير الشرع ومقاصد الشريعة وبين تصرفات السلوكية في المجتمع الشرع له هدف أن البيت ده ما يتخربش أن الأسرة لا تتفكت نلجأ للحلول العلمانية والغربية على حساب الأسس والقيم التي لم نجد مسيل لها في المجتمعات القيمية وحلول المشاكل الأسرة الإسلامية والبلاد الإسلامية هي البلاد الوحيدة شرق وغرب تركيا أندونيسيا ماليزيا كل الدول الإسلامية وإحنا في أوروبا نتعرض لكل هذه المفاهيم والقيم مفهوم الأسرة مقدس جاء منين من الإسلام جاء منين من القرآن جاء منين من سنة رسول الله أما أتي على هذه الحلول بالأفكار ده خني ده خني ده مش عارف إيه ده خيانة بالعقل الخيانة بتبدأ لا في شرق أسس فكرة الخيانة يعني إيه هذا الرجل الذي له حق التعدد بالزواب لا يحق له الخيانة التي نتحدث عنها الآن الخيانة الدني الخسيسة اللا أخلاقية الدخول في علاقة مع إمرأة له مواضع وتحريات ولا تخضعنا بالقول كذلك المرأة لا يحق لها إنها تتكلم مع أي رجل عبر الطريق الخنوسة والدياسة التي انتشرت في العالم الإسلامي من منصات السوشيال ميديا هذه ليست صدفة هم بيرسخوا الانحلال بيرسخوا إن الرجل لا يقل رجل ما تطلبيش الراجل أنه يبقى متحرر ويسيب مراته مش محجبة ولا بتصلي ولا ملتزمة بالإسلام وتطلع تشتغل وزيحة زيه والمساواة وتطلو منه كل الحاجات اللي أمر بها الإسلام بيتمحه دبح إذا خان أمام الله وأمام الشرع يعني أنت بتحرمي من التعدد إذا اشتهت نفسه إمرأة أخرى خلاص ما هيخونك المرأة المسلمة الآن في المجتمعات الإسلامية تقبل الخيانة ولا تقبل التعدد المفاهيم كلها مضطربة ومطلخبطة وموطورة ومركبة وفيه تحريط ضد الأسرة المسلمة نرجع للنقطة الرئيسية أنا مش عايزة الكلمة دي بتبقى عايزة حزم شوية علشان التراخ والميوعة في الحكم على الخيانة في الأسر الإسلامية هو اللي ما أدى بنا إلى هذا الحطاب في المجتمعات الإسلامية الريب يعني في النهاية يا أستاذ هل المشكلة فينا أو في مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة التعاطي معها عوامل كتير المواقع دي فضحت منظومة القبحة التي توجد في قلوب وعقول بعض الرجال وبعض النساء لأن الأمة الإسلامية تبقى والأسر العربية حتى المسيحيين النخب المسيحية ملتزمين ويقولوا في كل جل الكتاباتهم أنهم ملتزمين بالثقافة الإسلامية نحن نتحدث عن مجتمع إسلامي عمره 1445 سنة اليوم هو التاسعاء وغدا عاشراء كل عام وأنتم بخير اللهم نجي الأمة الإسلامية والأمة العربية ونجي العالم كله كما نجي سيدنا موسى كليب الله في هذا اليوم المبارك غدا إن شاء الله كل عام وأنتم بخير نتحدث عن النقطة الرئيسية يا أستاذة والإسلامية بعجالة لأن الوقت يداهمنا أستاذة دائما إن الفتن الله عز وجل بيحط الشريعة والشرع والقوانين ودائما فيه من يخرج على هذه القوانين لكن طبقى الأمة الإسلامية وهذا كان مقال بالألمانية قرأته طبقى الأمة الإسلامية على رأس الأمة والأمة العربية كما شرحت الأمة التي يقل فيها الزنا الخيانات الزوجية القيم المنحطة لأنه قيم الأسرة أم الأب الأبناء هذه القيمة إحنا نحلل حتى يعني إيه نشرح أن الخيانة الزوجية هي خيانة عقلية قبل الخيانة الفعلية وهي في نهاية القيانة الإفتراضية هي اللي وسعت هذا المجال وجود العالم الخارج معلش أنتهى الوقت أستاذة فاطمة أكيد هذا الحديث يطول يقعد في منزله ويتصل بكل العالم الخارجي شكرا لك أستاذة فاطمة رؤوف الكاتب الصحفية كنت معنا من فيينا شكرا جزيلا لك وأعتذر للأستاذة بشرة الوقت دهمنا مع الأسف الشديد أستاذة بشرة أكيد للحديث بقية كنت معنا من الدار البيضاء النشطة الجمعوية والتربوية الأستاذة بشرة البكاري مشاهدينا أشكر حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة